ازايكو عاملين ايه يا رب تكونوا بألف خير دلوقتي وكالعادة هنشوف مع بعض فيديو جديد ومميز هنشوف من خلال الفيديو ده مجموعة حديثة من الأدوات المنزلية والأفكار والحيل والمنظمات والاختراعات اللي هتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ واللي بتوفر علينا الوقت والجهد وكمان بتساعدنا على استغلال المساحات الصغيرة سواء في التلاجة أو في المطبخ أو في البيت عموما وطبعا في نهاية الفيديو كالعادة هقولك على الطرق اللي تقدري من خلالها تجيبي كل الأدوات اللي انت محتاجاها ولو لست مشتركتيش في قناتي اتمنى انك تدعميني وتعملي اشتراك للقناة وياريت كمان تفعلي جرس الإشعارات للكل عشان يوصلك إشعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ويلا بقى بينا دلوقتي نبتدي الفيديو بتاعنا مع بعض ونشوف الأدوات اللي هتتعارض معنا في الفيديو ده وازاي نقدر ان احنا نستخدمها ونستفيد منها هنا بقى معنا الجهاز اللي بيساعدنا على طحن التلج بكل سهولة تقدر ان انت تعملي من خلاله أسرع آيس كريم انت بتحبيه وتقدر يتعملي منه مختلف أنواع الآيس كريم اللي بتفضليها في البيت بكل سهولة بعد كده عندنا مجموعة من المنظمات الصغيرة للتلاجة اللي بتحتوي على مصفة تقدر ان انت تنظمي بيها الخضار الصغير أو الفكهة الصغيرة وتقدر ان انت تنظمي بيها الخضار المتقطع أو الفكهة المتقطعة وهي طبعا بتساعدك ان اكتصفي كل المياه اللي بتبقى موجودة في الفكهة أو الخضار ده وهنا هنشوف مع بعض عندنا منظم للعصير تقدر ان انت تنظمي فيه ثلاث أنواع من العصير اللي انت بتفضليه وطبعا استخدامه بيكون سهل جدا وتقدر ان انت تنظميه عند الجوة التلاجة أو برا التلاجة وهنا بقى هنشوف عندنا الفرشة التلاتة في واحد وهي بطراحة فرشة جميلة وعملية جدا تقدر ان انت تخسلي مختلف أحجام الكبايات من جوة ومن برا من خلال الفرشة دي بطريقة سهلة وبسيطة جدا وهي بتساعدك انك تنظفي وتخسلي كل جانب في الكباية أو في المنظم أو أي حاجة انت بتخسليها بيها بكل سهولة بعد كده هنشوف مع بعض عندنا قطاعة أو مبشرة للخضار بيجي متوفر معاها أداة بتساعدك ان انت تمسكي بيها الخضار وتقطعيه بكل سهولة وطبعا بيجي متوفر معاها كذا شكل من أشكال التقطيع تقدر ان انت تثبتي الشكل اللي انت عاوزاه وبعد كده تبدأت قطاعة من خلالها الكوسة أو الجزر أو البطاطس أو الخيار أو أي حاجة انت عاوزاه طبعا وهنا هنشوف مع بعض عندنا الجهاز اللي بيساعدنا على صنع المكارونة بمختلف أشكالها وطبعا طريقة استخدامه سهلة جدا وبييجي متوفر معاك كذا شكل تقدر ان انت تعملي أي شكل من أشكال المكارونة اللي انت عاوزاه وهنا هنشوف مع بعض عندنا المصفة أو الأداة اللي تقدر ان انت تعملي عليها مختلف الأكلات اللي بتفضليها على البخار والمصفة دي مصنوعة من الفلاز المكاوم للصدا دلوقتي هنشوف مع بعض عندنا منظم لأدوات ولوازم التنظيف تقدر ان انت تثبتيه عندك على حنفية حود المطبخ وتنظم عليه مختلف أدوات ولوازم تنظيف المواعين زي الليفة وسلكة المواعين وغير كده بيبقى في حامل تقدر ان انت تنظم عليه فوة المواعين بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا القطاعة اللي تقدر ان انت تثبتيها على الرخامة وتقطع عليها كل الخضار أو كل اللحوم أو الصلطة أو أي حاجة انت عاوزيها وهنا هنشوف مع بعض عندنا جهاز التسخين وهو هيعتبر مكتبي يعني تقدر ان انت تستخدميه في الشغل أو على المكتب وقت الدراسة بحيث ان المشروبات بتاعتك تفضل سخنة يعني لو انت عاملة كوباية شاي أو نسكافية تقدر ان انت تثبتيها على الجهاز ده وهي بتفضل سخنة مش بتبرد بسرعة بعد كده هنشوف عندنا الفرشة الصغيرة اللي تقدر من خلالها تسلك بيها فتحات حنفيات الدش الصغيرة اللي بيبقى صعب عليك ان انت تسلكيها وكمان تقدر ان انت تنظفي بيها سماعات الموبايل وسوكة الموبايل عندك هنا بقى هنشوف مع بعض عندنا مفرامة الخضار طبعا طريقة استردامها سهلة جدا وعملية زي ما احنا شايفين كده مع بعض الاداة دي بيجي معاها كذا شكل من اشكال التقطيع تقدر ان انت تقطع من خلالها مختلف انواع الخضار باشكال كتير قوي بعد كده هنا هنشوف مع بعض عندنا الممساحة الجميلة دي وهي طبعا بيجي معاها الجردل الخاص بيها اللي بيساعدك ان انت تنظفيها وتعصريها من كل المية ومن كل سوائل التنظيف اللي بتكون عليها وطبعا الممساحة دي بتكون مرينة جدا وبتساعدك ان انت تنظفي تحت السرير والكنب وبتساعدك ان انت تنظفي مختلف الاسطح اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة بعد كده هنا هنشوف عندنا الاداء اللي بتساعدنا على صنع الزلبية او السنبوسة او القطايف وتقدري تحشيها بمختلف الحشوات اللي انت بتفضليها وتقدري ان انت تعملي منها كميات كبيرة في وقت صغير بعد كده هنشوف عندنا قطاعة البطيخ اللي بتيجي عبارة عن سكين وشوكة في نفس الوقت وطريقة استخدامها بتكون سهلة جدا بعد كده هنشوف عندنا منظم للمطبخ تقدري ان انت تثبتيه على الرخامة وتنظم عليه ادوات ولوازم المطبخ زي السوسات او الشوكة او السككين وكمان تقدري ان انت تنظم فيه ستة انواع من التوابل اللي تستخدميها وهنا معانا الممساحة المارينة جدا دي اللي تقدري ان انت تعصري منها كل المية وكل مواد التنظيف اللي موجودة عليها بكل سهولة وغير كده طرق استخدامها متعددة تقدري ان انت تستخدميها في تنظيف الجدران او دوليب المطبخ او البلاط او المرايات او الشبابيك بعد كده تعالي نشوف مع بعض عندنا الفرشة الصغيرة دي تقدري ان انت تنظفي بيها مختلف الزوايا اللي بيبقى صعب عليك ان انت توصلي لها فتقدري من خلال الفرشة دي تنظفي مختلف الزوايا اللي بتبقى موجودة عندك بكل سهولة زي ما ظاهر كده قدامك دلوقتي من خلال الفيديو بعد كده هنشوف عندنا ممساحة مخصصة لتنظيف الشبابيك والممساحة دي بيجي فيها جزء مخصص كده تقدري تدي في فيه مادة التنظيف اللي انت بتستخدميها وطبعا طريقة تصميمها بتسهل عليك ان انت تنظفي الشبابيك من جوه ومن بره بكل سهولة وده لان هي مرينة جدا في الاستخدام وتقدري تتحكمي في الطول بتاعها على حسب حجم الشباك عندك وهنا معينا الفرشة اللي بيجي فيها جزء مخصص تقدري ان انت تدي في فيه سبون السائل وبعد كده تقدري ان انت تنظفي بيها المواعين وغير كده تصميمها عملي جدا ومش هتجرح ايديك وانت بتنظفي بيها المواعين وبيجي معها حامل تقدري ان انت تنظميها عليه ودلوقتي احنا شوفنا مع بعض مجموعة متميزة جدا من المنتجات والادوات الحديثة والاجهزة المنزلية الزكية اللي بتساعدنا على ترتيب وتنظيم البيت والمطبخ وغير كده كمان بتساعدنا على استغلال المساعات الصغيرة زي التلاجة او في المطبخ او في البيت عموما وكمان بتوفر علينا في الوقت والجهد وهي في الحقيقة ادوات عملية جدا وغير مكلفة وبسيطة وبتسهل علينا الحياة اليومية وشغلك في البيت وكمان وضحنا ازاي نقدر نستخدم الادوات دي وازاي نقدر ان احنا نستفيد منها بكذا طريقة مختلفة كملي الفيديو معايا لنهايته عشان تشوفي معايا باقي الادوات اللي هتتعارض بالفيديو ده وتقدر ان انت تعرفي ايه هي الحاجة اللي انت محتاجاها لبيتك والمطبخك وهقولك دلوقتي ازاي تقدر تحصولي على المنتجات والادوات اللي شفتيها معايا بالفيديو ده بكل سهولة بطريقة سهلة جدا وبسيطة ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر انيتي تكتبيلي في التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو الادوات اللي اتعرضت بالفيديو ده عجبتك اتمنى انك تدعميني وتدعمي القناة دي بالضغط على زر اللايك والاشتراك ولو انت عندك اي استفسار عن اي منتج بالفيديو ده تقدر اني انت تكتبيلي في خانة التعليقات وانا هرد عليك في اقرب وقت ممكن ولو عايزة تشوفي ادوات منزلية جديدة وافكار تانية كتير ما تنسيش تدوسي اشتراك وتفعالي جرس الاشعارات للكل عشان يفصل لك اسعار بكل فيديو جديد ويومي بينزل على القناة ان شاء الله ودلوقتي بقى بعد ما تكلمنا ووضحنا على كل حاجة محتاجة تعرفيها عن كل المنتجات المتميزة اللي اتعرضت معانا بالفيديو ده هقولك ازاي تقدري تحصلي على المنتجات اللي شفتيها معانا بالفيديو ده والادوات اللي محتاجاها في بيتك او في مطبخك وهقولك عن الطرق اللي تقدر ان انت من خلالها تجيبي كل المنتجات والادوات دي بكل سهولة لتطرق وطبعا تقدر ان انت تختاري الطريقة المناسبة لكي على حسب المكان اللي انت بتكوني متواجدة فيه فبداية كده اول طريقة لو انت عاوزة طريقة معتمدة فتقدر ان انت تجيبي كل الادوات دي عن طريق تطبيق عليكس بريس او تطبيق امازون او تطبيق بنجود او تطبيق اي بي او تطبيق نون بالنسبة لأسعار المنتجات دي فهي بتبقى كويسة وطبعا بتعتمد على حسب الحاجة اللي انت عاوزة تجيبيها لو كانت مثلا منظمات او ادوات عادية للتنظيف او اجهزة كهربائية فاكيد كل حاجة بيبقى لها سعر مختلف اما سعر مصاريف الشحن فده طبعا بيعتمد على حسب المكان اللي انت بتكون موجودة فيه يعني مثلا تكلفة الشحن للدول العربية غالبا بتكون غالية شوية اما مصاريف الشحن الفرنسا او امريكا او الدول دي بيبقى سعر الشحن لها منخفض شوية وبيكون في دول الشحن فيها مجاني فاعتقد ان الطريقة دي بتعتمد على حسب المكان اللي انتو بتكونوا متوجدين فيه بعد كده عندنا الطريقة التانية اللي ممكن تساهل عليكم او تحللكم مشكلة تكاليف الشحن وهي بتكون الانلاين على صفحات الفيسبوك او الانستجرام وطبعا الصفحات دي بتبقى عبارة عن تجار بيجيبوا كميات كبيرة من المنتجات دي وبيبقوها عن طريق الانلاين على السوشيال ميديا وبتقدري تطلبي منهم المنتجات والادوات اللي انت عاوزيها وبتوصلك لحد باب البيت بمصاريف الشحن على حسب المحافظات وطبعا مصاريف الشحن بتاعتهم بتبقى منخفضة وحلوة جدا ما ازاي مصاريف شحن التطبيقات اللي قلتلكو عليها وعاوز اقولك ان طريقة البحث على الصفحات دي بتكون سهلة جدا بتكتبي في خانة البحث في الفيسبوك او الانستجرام عامل الادوات المنزلية وبتقدري توصلي لها بكل سهولة اما بالنسبة للطريقة الثالثة فهي المحلات الموجودة عادي في الاسواق الكبيرة او في المولات اللي بتبيع المنتجات والادوات دي زي كرفور ورانين وغيرهم من المولات الكبيرة اللي بتكون خاصة بالادوات المنزلية والاجهزة وجهاز العرائس بس كده دول الثلاث طرق اللي تقدري ان انتي تحصلي منها على الادوات دي بكل سهولة وياريت طبعا لو اي حد يعرف مكان عنده المنتجات دي اتمنى انه يكتب لنا في التعليقات عشان الكل يستفيد ويقدر انه يوصل لها بكل سهولة وبس كده ده كان فيديو النهاردة اتمنى ان الفيديو ده يكون عجبكم ولو الادوات والمنتجات اللي اتعرضت في الفيديو ده عجبتكم اتمنى ما تنسوش تدعموني وتدعموا القناة دي بتضغط على زر اللايك والاشتراك ولو عندك اي استفسار في اي حاجة تقدر ان انتي تكتبيلي في خانة التعليقات وهرد عليك في اقرب وقت اسبكم في رعاية اللي ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر